اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دعونا نفعلها هنا نعم بصف مينكرافت كماند بلوك سأضع لكم الرابط تحميل مود نفسه و دعونا نضيف الكماند الأول نسخي الكماند الأول نضعه هنا نعم ننسخ الكماند الثاني نضيفه يا حبيبي يا حبيبي كل شي زيل فل حالياً طيب خلونا نروح ونوريكم كيف تتلبس شخصية الريبر طبعاً هذا الكوماند سويناه ولاو حاطه بطريقة حلوة انا شعار وفروات اخي راهيب ذا الانساء والله راهيب نحن راح نسوي المكان اللي تغير فيه شخصيتك لما خلونا نختار مكان كذا مميز والله المابع هالك ضبط مره مره مضبط شف كأنه مره في صدق طيب خلونا نصبر هنا يجبك تغير شخصيتك صح جوا يب خلونا نغير شخصيتنا هنا في البوينت الثاني الظاهر قبل ما يوصلونها هنا إذا تعدوا الباب هذاك هنا يجبك تغير شخصيتك خلونا نحطها هنا طبعاً تحتاج أكثر من شي طيب راح تحتاج أربع اشياء أوبسيديان النذر ستار ويدر سكيلتن كل حقتهم هذا ويدر سكيلتن عشان تتحول إلى ريبر وآخر شي وأهم شي نكتجيبه اللي هو الاند كريستل طيب الطريقة كالتالي تضيف هذي هنا بعدين تضيف الاند كريستل بعدين ترمي عليها النذر ستار سوينا السبون نقدر نغير فيه شخصيتنا طيب لحين ويدر سكيلتن لازم تكون معاكم ونتداخل جو هذي وتضغط F تضغط F عشان تتحول إلى ريبر جاهزين يا عيال جاهزين الله والله شي رهيب اقسب لا شي رهيب طيب قلونا أوريكم نستعرضكم وش يسوي عندها خاصيتين وعندها الالتمت وعندها الطلقات يعني هذا اللي يقدر سويه انه يقدر يطلق خلونا نطلق باسم مكان الكيب هذا ويدي اطلع بره وفي الساحة وريكم السالفة طيب طلقات الريبر والأمانة أقسم بله جربتها عيال قوية 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 بشكل ما تتصورونه عيال أقسم بله قوية خلونا بس ارسمون لكم حيوانات طيب خمالي أم الدنيا كده بمالي أم الدنيا هنا حيوانات حسنا نجرب عليهم الالتمت حسنا نجرب عليهم الالتمت حسنا نجرب معكم قوة السلاح الريبر طبعا السلاح الريبر ماهو لونغ رينج يعني حتى ماهو ميدل رينج بس كلوز رينج يعني قريب تذبح للقريبين بس بعيد ما يمديك فشي شي اسطوري وراهم ذولي جون هاي يبغون الموتون ذولي وليش اوه يمكنني ماسك الجزر انا وشي لا اعلم انظروا القوة انظروا القوة من ضربة واحدة يموت انظروا نجرب على الكاو من ضربة واحدة يا عيال من طلقة واحدة يا حبيبي يا حبيبي وش ذا طيب معنا ما نلتمت ما نلتمت طيب هذه الخاصية الأولى والشي الأولى اللي لازم وركمي انه يطلق طلقة قوية شوفوا طبعا ما يمديك حتى ميدل رينج ماهو تقدر توصلها ماهو كروز رينج عشان يموت واللونغ رينج نجرب عندها و تلحم و تطلق طيب هذا الشي ثاني اللي هو اللي تختفيه و تنحشده شوفوا هذا اللي تنحشده انتورط يا أخي أقسم بالله مبدع طيب هذا الشي الثاني الشي الثالث اللي هو تليبورت طيب دعونا نقوم بفوق اوكي لو تلاحظون فيه بارتكلز كل بساطة وصلنا فوق أقسم بالله شي اسطوري طيب دعونا نجرب الألتمت طبعا هذا رقم ثلاثة طلق العادي اثنين هو اللي تنحش كده تخفه و تنحش الشي الثالث اللي هو نكتو تليبورت شادو ستيب الأخيرة الرابعة هي الألتمت أهم شيء بس دعونا نبغنا زحمة هناك زحمة طيب شكلي ما رح عطيها كده دخول مفاجه من فوق شكي بقرب عندهم ولا أعطيهم دخول مفاجه يالله عيال جاهزين ثري دو قو دعو 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 يقطع أم الحماس أقسم بالله شيء سطوري يا أخي أقسم بالله العظيم شي شيء جامد أنا أحاول أن أتحمس له في أكثر من شخصية مدينة ألعب أكثر من شخصية مدينة ألعب مدينة ألعب قلنا ريبر و جنجي سنفعلها في الحلقة هذه بعدين ممكن نسوي حلقة مثلا ممكن نسوي تريسر و لوسيو في برضو نزل شخصية جديدة دونفست سوى شخصية دونفست أولا جديدة شو دونفست نسوي عليها ثمين كرارت يأخير ها يبدأ الإنسان فإذا تبقوا الحلقة الجاي نسوي على تريسر و لوسيو و دونفست نبغى موصل أكبر عدد ملايكات و خلونا مدري كتبوا لي في التعليقات إذا أنتم متابقونون أو لا طيب أنا أتوقع أن الآن سوف نجرب الألتمال ثاني سوف نجرب الألتمال ثاني و ننتجر شخصية ثانية أجرب ألتمال ثانية أجربة من الآن 60% يا أخي يا أخي أخي أخذ 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 70% اجربة و تزود هؤلاء هؤلاء يريدون الموتوم هل من موتون نبدأ مجموعة كبيرة سوف أجربه سوف أجرب الألتمال أسطوري ترجمة نانسي قنقر قبل الخنازير قانوا يحقوني هؤلاء يقوموني اذبحهم كأنني قاعدة اكلهم فظهرنا الجزر المعايا ووالله ما ادري عموماً خلونا انتقل الحين للقنجي راح اجرب القنجي معاكم فخلونا نروح وشوف القنجي شوضع اوكي رجعنا لكم في الشخصيه الثاني اليوم عندنا قنجي طبعاً قنجي ما راح تستخدم فيه الوذر سكل راح تستخدم فيه الفلنت ستيل الفلنت العادية طبعاً هذا الماب ما هو ماب اوبرواتشي الامانة يشبه هنمورا قريباً يشبه هنمورا لانه صيين وما صيين لو تلاحظون كذا مادري حسين كذا كنا يشبه هنمورا كل شي راح تستخدم في المابات بحطهم كذا الريبر وبحط تحت قنجي كل شي موجود ان شاء الله في المابات طيب خلونا نختار كذا مكان معين نخلي فيه او نحط فيه شخصية طيب وش رايكم في ذا المكان مادري حسين كذا كنا بداية رسبنا وتدخل مع ذا المابنا طيب حلوة حسنا كويس طيب خلونا كالعادة انا نسيت اقول لكم في المرة الاولى حق الريبر لازم اذا حطيت الاغراض هذي وخلصتها تغير او تحط الريسورس باك فراح نسويها بعد شوي ان شاء الله اول شي نحط هذي زي ما قلنا اذا انا قم انا قم انا قم انا قم انا بدي عيال لازم نسوي الكماند بلوك دامنا هذي مساحة مفتوحة فخلوني اسوي فيها الكماند بلوك فا اول شي خلونا نسوي او بلان ونسوي سلاش كماند بلوك طبعا هذي المرة عندنا اربع كماندات ما هو كماندين زي الريبر عندنا اربع كماندات وراح تعرف كل شي طيب اول شي نسخر رابط الاول او الكماند الاول طيب الكماند الثاني لاتس جو بيبي لاتس جو طيب الهي نروح ونسوي الهي راح نسويه ان شاء الله نسوي الغرض حقنا فحط هذه هنا زي ما قلت لكم بعد ترمي النذر ستار ونسوي اووه ماذا يبي ذا اوه لا تنسى الطبيب الاثم فقط الاهم شي رسورس باك رسورس باك طيب رسورس باك هذا حق الريبر وهذا حق قنجي فراح احط حق الكنجي ونستار هنا ياسلام بعدين تمسك الفلنس تل وتروح هنا تضغط F كرسي هنا مرحب قطع 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 حسناً قبل قليلًا فوق للخطوة نحن نضع كل شيء طبعاً ركزة بك مزبوط نضع ركزة ركزة و بعد ركزة لا، ماذا؟ سأرى فعل هذا و ف جميلة أجل دمضي لا، لن يأتي حسناً إذا فعلت دمضي و أرى يأتي الدبل جنبا موسيقى أبغى شخص ثاني معه وراء وراء ولك أنه عبرنا هاي صديق يا عمي حاطين قيموت 2 يعني عادي هلو صديق والله ولا عبرنا وش السهل في عيالي؟ والله ما أعطانا وجه طيب خلنشغل عليها التمت وشوف شو بصير يالله بسم الله 3 2 1 أبلع هذه واحدة هاي ثنتين هاي ثلاثة هاي أربعة خمس والله مرة مكبوت يا الالتمت حق قنجي ضعيفة رسمياً ضعيفة طعيفة مرة 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 يلبى حق الريبر والله الريبر مرة كويس لا 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 فرق 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 شاسع فرق شاسع فرق شاسع العديد المفروض هو سوي رايت كليك ما أدري أنا توقعي تسوي لفت كليك نجرب مرة ثانية نجرب مرة ثانية فهلا والله نسو عليهم كيو كيو موتناهم اثنين والله علم في الحالات الكيو هو اللي يخاق معه من جد أوه تصدقون عيالي؟ أبجرب 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 أسوي على هذا الدفلكت مشكلة ما يعبرني أي صديق والله ما أعبرني أنا أريد أن أسوي عليه دفلكت هل يرجع عليه السهم ولا لا؟ طيب دعونا نجرب آخر مرة الألتمت هل بتفيد هل قوية ولا لا؟ ما أدري طيب عندنا هنا واحد عندنا اثنين أهلا ونسهلا أنا أريد هذا يطلق علي بس أيوة هنسوي عليه دفلكت وإنس لي انا نسيت صحيح أبجرنا من مرة أخرى ويجب على الأمر هل يبقى؟ أعبرنا يا كابتن أعبرنا ألو صديق مات ما عبرنا طيب أنا أذكر فيه سكيلتن ثاني وما راح هل هبا هل عبرنا اشتركوا في القناة لا 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 تذبح السكريتن لا مشكلة لحين مرتبت اطلق يا عيل جてع اللي وراء كم سواء نخل اللتمعبه هذي التفليكت والله العظيم اعطي teeth which kind اوكي percentage ثم الشيطر اطلق الله والله رهيما اقسم الافضل شاي أفضل الشيء الدااش بعدين الرفلكت ولكي طلقات شفرات مخيصة شفرات مرة ما جوتني طيب أبغى شغلة التميت تجربها على كم موبز أشوف هل هي قوية ولا لا أنا أسوي لفت كليك أضرب يعني ولا هي بمرة قوية بجرب على هذا بس بجرب على هذا بسم الله ثري تو ون جو شوف كده ضعيفة رايت كليك ما أقدر سوي رايت كليك ماش ضعيفة يا والله ضعيفة مرة ضعيفة الالتمت اكس يعني الشفرات أقوى شفرات ترمي ثالث شفرات أقوى يلا الله هنأطي داشوني هنا مقطع خذ طيب حلوين حلوين عموما نعطيكم الفعافة للمشاهدة إن شاء الله استمتعتكم المقطع إذا عجبكم المقطع إذا عجبتكم السلسلة هذي تابعونا سوي حلقة ثانية عن شخصيتين زيادة أو ثلاث شخصيات اكتبونا بكمنتات خلونا نوصل خمس سلسلين ألف لايك أتوقع عنا مرة مناسبة أعطيكم الفعافة للمشاهدة لا تنسون لايك فضل سبكرايك أعطيكم وحكم ريا وصنبزد مع السلامة